السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. وفي احسن صحة واحسن حال. نرده بقى كده زي ما انتم شايفين. بدأت معاكم الفيديو. آآ بالمقطع دوت. علشان اللي مش هكمل معايا الفيديو للاخر. يبقى كده آآ يدع كده لابني بالشفاء. ربنا يتم يا رب الشفاء على خير. طبعا ابني عنده آآ كسر في المفصل. آآ بتاع آآ ايده. وهنا طبعا روحنا للمستشفى دكتور حمدي السيد. وعملنا برضو اشعة في المستشفى. وبعد كده طلبوا منا برضو للتأكيد. نحن نعمل اشعة في مركز دوكنو سكان. الاشعة برضو. خاص بالاشعات. فعملناها بره. هي زي ما انتم شايفينه. واتضح برضو فيه شرخ. طبعا الاحمر اللي في المفصل دوت ده كان دم. من الكسر او من الشرخ. آآ يعني بعد ما عملنا كده اشعة في المستشفى طلبوا برضو منا للتأكيد. عشان طبعا نشخصوا الحالة كويس. فطلبوا منا ان احنا نعملها بره في مركز آآ تخصصي للاشعات. عملناها هيط. وطبعا الحمد لله وعلى كل حال وربنا يا ربي يعافي اولادنا جميعا واولادكم يا رب. وافتكار الرحمة. يعني اي حاجة كده ربنا بيدهننا. ان احنا عشان كده نفتكر ربنا في كل وقت وفي كل حين. آآ ودايما كده نذكر الله. فربنا كده لازم كده ان احنا آآ يدينا حاجة كده ان احنا عشان نقول يا رب. ونفتكر ربنا دايما والمؤمن منصاب. وربنا يا رب يعافي اولادكم جميعا يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم بدأت كده معاكم الفيديو علشان آآ تدعو بس الابن كده ربنا يتمي مش فاعلة خير. ويعافي اولادكم جميعا يا احلى واغلى متابعين. ده بقى كان يوم كده من الاول. كده اول حاجة طبعا بقى اصلي. وشغل بقى كده الغستالة الاول عشان على ما نخلص بقى كده شغل البيت يبقى كده الغستالة بقى كده خلاص خلصت وبعد كده آآ ننشر بقى الهدوم. طبعا يعني اليوم كان بان من اوله زي ما انتم شايفين طلعت برضو عند الطيور لقيت الطيور بتموت. فالحمد لله قدر الله ومشاء فعل. والحمد لله في كل وقت وفي كل حين. زي ما انتم شايفين بقى كده طلعت عند الطيور بعد ما شغلت الغستالة. لقيت بقى زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هنا كنت بقى يعني عاملة بقى عيش كده للفراخ. فقلت بقى اطلع احطه كده آآ الصبح علشان يفطروا منه والمية برضو اهم حاجة المية. وبقى لو عندك برضو آآ طماطم آآ طبعا الطماطم يعني رخيصة الايام ديت حط برضو منها للطيور بتبقى آآ مغازية للطيور وكمان بتطري آآ على معدتهم. وبرضو عند لو عندك خيار اي حاجة من الخضار حطي لها برضو حطي للطيور. مش هنقول يعني آآ طبعا الطيور ده بناء ادمين بالضبط ونحط الحاجات اللي هي آآ تطر كده عليهم في الصيف وترتب عليهم على اقلوبهم. آآ بعد كده بقى نزلت عشان احضر الغداء. طبعا بحضرت طبقه فطور وعملت كم شغلة كده. وبعد كده دخلت المطبخ علشان نحضر الغداء مع بعض. آآ هنا عملت كده مرت الاول بصلة كده. وحطت عليها ملح وفلفل اسود. آآ والسبع بوهارات وابوهارات الفريخ. حطتها كده بقى ولور مطحون برضو رشت لور مطحون كده بتديها كده خلي البصلة كده طعم ماحل. حطت بقى كده المية كنت مجهزها كده على النار. حطت بقى فيها لورة وحبهين وعود ارفع. وطماطميتين كده مقطع طماطمية وسبت بقى طماطمية زي ما هي كده سليمة. الطماطم بتطعم كده الحاجة وبتخلي آآ طعمها حل. حطت بقى كده الفراخ. وطلعت بقى كده قولت ااور البتنجان. آآ طبعا البتنجان كنت جاب الكيلو من دوت باربعة جنيه. فقلت بقى كده ايه? احضروا معيكم. طبعا يعني زي ما قلتوك يعني افتكر ربنا رحمة. والحمد لله كده ان احنا نندلنا كده فاكرين على طول ربنا في كل وقت وفي كل حين. والمؤمن منصب لي عشان نندلنا كده نذكر ربنا على طول. ونستغفر ربنا ونقول الحمد لله ونقول نرفع دينا ونقول يا رب. يعني الحمد الله ربنا بدينا كده علشان يبقى ان احنا نقول يا رب على كل في كل وقت وفي كل حين. والحمد الله آآ قدر الله ومشاء فعلا. هنا زي ما انتم شايفين كده بقى هي طلعت بقى آآ بعد ما اوارت البتنجان. حضرت بقى دي خلطة المحشي. آآ طبعا يعني ده وانت بقى عازت تشوحها كده على النار لكن بصراحة يعني ما بحبش الطريقة دي. ما بحب كده الرز زي ما انتم شايفين كده وحطت بقى عليه الصلصة بتاعة المحشي. وقى دي الخضرة اهيت. طبعا الخضرة بغسلها الاول وهي كده لسه عيدان كده صحيحة وبعد كده بخرطها علشان تحتفظ برحتها. طبعا الخضرة بتبقى رحتها جميلة جدا لو انت بقى قطعتيها وبعد كده غسلتيها يعني لو خرطيها وبعد كده غسلتيها الرحة للخضرة الجاملة دي بتروح في المي. فالاحسن كده ان احنا نسيبها زي ما هي وبعد كده نغسلها. طبعا غسلها كويسة جدا وبعد كده نخرطها زي ما انتم شايفين. اذكر الله وصلوا على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وزاد وبارك على سيدنا محمد. وعلى قال لي وصح به وسلم. يلا بقى كده الوصل معي لحد هنا. ما تنسوش اللايك للفيديو. اشتراك في الكونية فضلا وليس امرا. طبعا هنا بعد بقى ما خلاص. اه حشيت بقى بتنجان. وحطت بقى في فلفل برضو كم قرن فلفل. بخرط برضو كده يعني لو عندك اه قرنك كده ما نفعش للمحش بتروح مخرطها كده عليه ده برضو بيخلي ريحة المحش جاملة جدا. وبيخلي كده المحش بتنجان طعمه جميل. اخد بقى كده الحلة وعشان بقى نسقيها كده بالشربة طبعا هحط بقى الملح كده الاول ما كنتش حطت ملح عشان الملح بياخر سوى اللحوم. فسيبت بقى كده الملح الاخر وزبطت بقى كده الملح. وطبعا لو فاض منك كم بتنجانية يعني بتحطها كده على الوش ما بجراش حاجة وهنشوفه بعد كده ببقى جميل برضو. مش يعني مش لازم بقى ان احنا نسيبه يعني اه يبقى رصة واحدة كده لأ لو فيه كم بتنجانية فايضة بنحطها عالية. طبعا عملت معاكو برضو انواع كتير من المحشو. وزي ما اتركوا يعني مش ببقى هي الحاجة اللي انا بعملها بس طبعا في تغيير كتير في القانياة واكلات كتير عاملها معاكو. فهنا طبعا قلت بقى اعمل معاكو الفريخ المحمرة والبنمحشي البتنجي. طبعا هياخد كم غلوة ببقى بعد كده بقى بنهدى عليه النار. وكانت قدي بقى الفريخ قلت بقى احمرها كده في الطاصة على النار. ومشتازن بقى دخلها الفرن المرة دي او المرة ديت. فقلت بقى كده اه في الطاصة كده وبنحمرها طبعا مش لازم بقى ان احنا نضغط علىها قوي وننشف الجلد بتاعها يعني لوب كده لونها كده زي ما انتم شايفين دهب كده جميل عشان طبعا لما بنحمر لحاجة قوي التحمر بياخد من اللحم كمان وبتلاقي كده ناشف لكن كده اللون دوت هو كده جميل عشان تبقى الفراخ كده ما تبقاش نشفة معاكو على اولادك كمان يعرفوا ياكلوها. كده خلاص اي دي بقى حضرت بقى الغدا معاكو قلت بقى عشان نعمل اه خيار مخلل كنت جابا من السوق فهنا طبعا اه زي ما انتم شايفين كده اه دي الخيار اهوت اه هنا بقى الكوب المعياري ده اللي ترميه هحط عليه ثلاث معلق ملح وهنحط معلقة سكر السكر المادة حفظة وهنا معي ربع كوب بيت خل معي برضو اه اربع فلسطوم ومعلقت اه او معلقتين من الفلفل المبشور هارسط بقى كده الخيار الاول طبعا الخيار ببقى ما بياخدش وقت خالص يعني آآ سريع التخليل بتخلل بسرعة فلو جبتي اي وقت يومين وهتاكل منه على طول ممكن بقى لو انت كمان مستعجلة هتقطع كده منه كم واحدة برضو او تقطعيه ببقى ده طبعا بيستيوه على طول بيتخلل بسرعة ولو مش عايزة تتخرطيه ممكن تعملي كده فتحة بالسكينة في كل واحدة لكن كده زي الفلفل اللي هو اللي احنا آآ الفلفل المخلل لو بنجي كده نعمل فتحة كده في كل واحد ده كده خلاص بعد بقى ما عملت البرطمان وطبعا البرطمان مع القماء يعني غسلاب مياه سخنة كده ومع القماء ممكن كمان تدي حط معلقتين خلي فيه كده برضو وترسطه فيه ويتكوبيه تاني بعد ما تحط فيه الخل عشان تطبعا تأكده كده هو نضيف من كل هحط بقى كمان عليه الفلفل او لو عندك هالسة شط هتحط منها اهيت والتوم وحطت برضو السكر والملح والخل هحط بقى كده عليه بقى خلاص هغط بقى على الخيار ويبقى كده جاهز معينا آآ ممكن بقى يعني عشان يبقى كده زي ما انتوا شايفين عشان الخير كله سليم فاسبوع بالضبط وهتاكل منه على طول آآ طبعا بعد ما استوى ممكن تحطيه في التلاجة في الجو الحر دو تحتفظي بالبرطمان في التلاجة احسن عشان طبعا الجو الحر والخير زي ما كلنا عارفين بيستوى على طول فالافضل اللي انت تحتفظ به في التلاجة آآ طبعا عشان نحافظ عليه مدة اطول ورب كده في ديو النهار ده يكون عجبكم ونردائكم والف شكر لكل بقى اللي هيدعي لابني ربنا يتمم شفاء على خير يا رب ويعافى اولادكم جميعا في رعاية الله احلى واغلى متابعين في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته